السلام عليكم وحمد الله وبركاته وإخواني شخباركم كل شي بخير أتمنى أن تكونوا كاملين بخير وعلى خير معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بدرجة وش من طوش الأخوتي نمر الآن الأهم عناوين حال القتل يوم حزب المغربي يكشف الوجه العدائي لتبون ضد المغرب ويكشف خرطته لنصف الحراكة السلمية ناصر بريطا يحمل رسالة الملك محمد السادس للشعب المالي وهذا ما جاء فيه خبير دولي يصف عبد المجيد تبون ويؤكد أن الصحراء مغربية الوكيل العام يتحرك ضد الانفصالية أمينة حيدر والقبض عليها مسألة وقتنا لا غير صحيفة إسبانية تؤكد أن الجيش المغربية مستعد للحرب إسبانيا تعلن مخطط الملك محمد السادس لإستعادة سبت وامليليا المملكة بدأت المعركة بفعل نبى حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى خطورة تنامي عداء النظام الجزائري للمغرب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية التي تستدعي التضامن والتعاون بما يشكل من مغامرة غير محسوبة العواقب وتهديد خطير الأمن والاستقرار المنطقة والامتدادها القاري والدولية وأدنى الحزبة في بيان صادر عنه سلوك النظام الجزائري بقيادة عبد المجيد تابون وحملة المصعورة الحالية بهدف تغذية التوتر السائد بالمنطقة للالتفاف على المطالب المشروعة للشعب الجزائري الشقيقة وإفشال حراكه السلمية ولتبرير تدخم الدورة العسكرية في الجزائر وشرعنا التدخل للسافر في شؤون الدولة المدنية التي تنظر من أجل بناء القوى الحية بالجزائر منبها إلى تورط النظام الجزائري في إشعال فتير وتغذية ورعاية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يؤكد طابعه كنزاع إقليمي وفقا لما آلت إليها قناعات المنتظم الدولي والقوى العظمى بالعالمة كما أكد الحزب في الأخير ثقته في قدرة الشعب الجزائرية وكل الشعوب المنطقة بقيواها الحية على فرد إرادتها لتنفيذ تطلعاتها المشاركة إلى الديمقراطية والتنمية والأمنة والسلامة أكد السيد ناصر بورط في تصريح للصحافة خلال زيارته إلى مالي التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السلسة أنها رسالة تشجيع مقارنة بكافة المبادرات الهمة التي تم اتخاذها لوضع مالي على طريق انتقال سلس ووعدة يمكنه من بناء مالي الغد وشدد سيد ناصر بورط على أن المغرب من خلال زيارة التضامن هذه يجدد التأكيد على استعداده لمواكبة مالي في هذه المرحلة المهمة من تاريخها الحالية وأبرز أن المغرب وضع دوما مصالح الشعب المالي خارج كل الظروف والصياقات السياسية واليوم هذه الظروف الخاصة للغاية فإن المملكة المغربية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السلسة على استعداد لمواكبة كافة الأولويات وجميع البرامج التي ستحددها السلطات المالية خلال هذه المرحلة وأضف السيد ناصر بورط أن هذه الزيارة لباماكو وهي أيضا رسالة صداقة موجهة لكل مختلف القوى الحية في مالي حتى يتعبأ جميع الماليين لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية حتى تتمكن حاليا كل القوى الحية والمؤثرة والتي بإمكانها تقديم المساعدة لمالي المساهمة اليوم في جعل هذه المرحلة الانتقالية من قبل الماليين ومن أجل الماليين كما تباحث السيد ناصر بورطا مع نائب الرئيس الانتقالية الكولونري وكذلك مع الوزير الأول الانتقالية سيد مختار أوانا من جهة الأخرى تباحث السيد ناصر بورطا مع الزعماء الدينيين الماليين لسيما سيد بوبي حيدارا والإمام محمود ديكو قال الخبير بيروفي في العلاقات الدولية ريكاردو شانسي سييرا إن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يمر عبر قبول مخطط الحكم الداتي الذي اقترحه المغرب بقيادة الملك محمد السيدسة وأكد السيد شانسي سييرا في مقال النشر وعلى الموقع الإخباري برينسيا 21 أن الحل يمر عبر قبول الحكم الداتي في أفق تحرير ساكن المحتجز من طرف البوليزاريو في مخيمات تيندوه في الجزائر وأشر خبير بيروفي في هذا الصدد إن الساكنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية اهتمت بالحرية السياسية والنهوض بالتنمية الاقتصادية التي يتبنىها المغرب بينما تم نشر لجان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وبالعودة إلى موقف رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيزا والذي جدد التأكيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة إسبانيا لحل سياسي قائم على التوافق وذلك وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد السيد سانشيز تيارف أن هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها إسبانيا عن موقفها من هذا النزاع الدائم للمغرب الإقليمي الذي خلفته الجزائر أي بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن وعبر الخبير البيروفي عن أسفه لكون أن في الوقت الذي يطالب فيه المغرب باحترام وحدته الترابية وهو الموقف الذي يحظى بدعم متزايد باستمرار داخل المجتمع الدولية تواصل البوليزاريو احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص كرهائين في مخيمة دوفا وشدد على أن ما يسمى الجفهة الصحراوية أو الجمهورية الصحراوية هو مجرد وهم إنه غير موجود لا يتوفر على الشروط التي يطلبها القانون الدولي لتأسيس دولة مشيرا إلى أن عدد من البلدان قد قامت بالفعل بصحبية رافية بالكيانة العميل للجزائر وسجل سانشيس يرى أنه يتعين التأكيد على أن الجزائر صنفت على أن جزء من النزاع الإقليمية في الواقع إنها ليست جزء من المشكل إنها المشكل لأن البوليزاريو ليست سوى دمية لها وهذه الأخيرة ليس لها أي سلطة اتخاذ أي قرار أهلا للوكيل العام لدى المحكمة للسئنافية بالعيون التلتاء تساوى عشرون شتنبر 2020 في بلاغ موجه للرأي العام أنه تبعا للأخبار المتدولة بشأن عقاد ما يسمى بالمؤتمر التأسيسي لهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي حسب ما أسمته الانفصالية وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوهد الترابي للمملكة المغربية وما تضمنه من دعوة تحريد صاريح على ارتكاب أفعال مخالفا للقانون الجنائي فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قدائي في الموضوع يسيترتب عنه اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لحماية النظام العام ولترتيب الجزء القانوني على المساس بالوهد الترابي للمملكة المغربية بما يحقق الردع العام والخاص لدمان حماية المقدسات الوطنية أكدت صحيفة إسبانية أن المغرب يسارع إلى اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة للسيفزازات من خلال الاستعداد عسكريا على أرض الوقع لأي احتمال وبحسب أتلاريا وكرسالة قوية للجزائر وجبات البوليزاريو الانفصالية المغرب يدرس كل الفرضيات لتطور الوضع ويبقي قواته في حالة التأهب شديدة وتشير المجلة الإسبانية إلى أن الحكومة المغربية لم ترد رسميا بعدها لكن أسلة المفتش العام للقوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح الوراقة الرجل الثاني في التساثر الهرمي العسكري بعد الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية إلى المنطقة للإشراف على جاهزية القوات المغربية في مواجهة أي سيناريو قد ينشأ من التوتر الحالي التحدي الأخر الذي أطلقت وجبات البوليزاريو استهدف موريطانيا على وجه الخصوص المهدد بالخنق التجاري بإغلاق الحدود البرية الوحيدة لها لهذا البلد في الشمال وبحسب المجلة الإسبانية فإن موريطانيا التي تعد أول حلقة في الحركة التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء لم ترد مباشرة على الجزائر أو البوليزاريو واختارت بدل من ذلك تحذيرهما من خلال وسائل الإعلام من أي مس بمصلحتها الحيوية هذا الموقف الواقعي ينسجم مع موقف دول منطقة غرب إفريقيا الأخرى التي تقف خلف الأمم المتحدة في احترام تام لقرارات الاتحاد الإفريقية الذي يعتبر أن قدير الصحراء هي من الاختصاص الحصري للأمم المتحدة أخيرا في مواجهة هذا الاتحاد القوي والذي تشكل ضدها أبانت البوليزاريو على انقسام قياداتها والذين يتقادفون الآن المسؤولية عن هذا القرار السيء الذي اتخذ في حقيقة الأمر في الجزائر الذي يبدو أنها تدفع في البوليزاريو نحو الانتحار نشرت صحيفة الإسبانيول الإسبانية تقريرا تتحدث فيها عن وجود مخاطط استراتيجي للمغرب من أجل استرجاع سبت ومليلية دون حرب ووفق تقارير الإسبانيول الذي اعتمد فيها عن مصادر استخباراتية ووتائق من مسؤولون إسبانا فإن مخاطط المغرب قائم على الاقتصاد حيث ينهج أسلوب خنق سبت ومليلية من الناحية الاقتصادية من أجل عزله معاً إسبانيا كهدف طويل الأمد يهدف إلى دفع إسبانيا للتخلي عنهما وقالت التقارير أن هذا المخاطط بدأ فيه منذ سنتين وقد أدى ظهور فيروس التجيء إلى تسهيل مؤمورية المغرب الذي اتخذ الوباء كعضر إغلاق المعبرين وزيادة نهج الخنق الاقتصادية على المدينتين مشارئة إلى أن المغرب لا يلوي فتح المعبرين قريباً وأشار التقارير الإسبانية نقل عن مسؤولون إسبانا أن ضعف حكومة بيدرو سانسيرزا ساهمت من جانبها في زيادة وطيرة خنق سبت ومليلية اقتصادية من طرف المغرب حيث أن الحكومة الحالية لإسبانيا لها أولوية أخرى غير سبت ومليلية وحسب الصحيفة الإسبانيون فإن سبت ومليلية يعيشان الآن أوضاعاً اقتصادية صعبة ومزرية بسبب إغلاق المعبرين وإيقاف الحركة التجارية مع المغرب إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأننا أتنال إعجاب لكم ما تنسوش تشاركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعموا نبزر إعجاب باش نواصلوا قدماً إن شاء الله دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله